شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية التعاون مع شركة ديم البلجيكية ذلك للبدء في الدراسات الخاصة لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر أكد مدبولي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة والقدراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وشهدت مراسم التوقيع الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نحو توسع مصر في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وصولا إلى إمكانيات التصدير ذلك اتصالا بالتوجه العالمي للحد من انبعثات الكربون وتخفيف أثار تغيير المناخ من جانبها أشارت شركة ديم البلجيكية إلى وقوع الاختيار على مصر لإقامة المشروع نظرا لموقعها المتميز ولتمتعها بمصادر الطاقة المتجددة لسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب توفر البنية التحتية البرية والبحرية المؤهلة والأيد العاملة الماهرة